على سلامة ان شاء الله تكونوا بقول لكم الف ساحة وبخير اليوم يكلي عادة رجعت لكم فيديو جديد وبواصفة جديدة اليوم مش عملوا مع بعضنا خبز السميد لان كما تشوفوا معنديش فارينة جس باش نعمل الخبزة داي بسميد اتهاو لانا حبيت نشارك معكم الوصفة ودريكت لنا نمشيو مع بعضنا للمقادير لانا كما تشوفوا بالنسبة للمقادير لانا عندي اه وقلا باش نستعمل سميد ارتب على فكرة سميد الارتب لانا عندي اه باكو في 500 جرام وباكو اه الثاني اه 400 جرام استعملت الاشترم تاو معناها الكل في الكل باش نستعمل 700 جرام سميد ارتب عندي مغرفة كبيرة متعمل سكر نستحق وتلافة مغرفة صغار فاحم متاع خبز ومغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة اه كوركم مالذوم هما الحاجات معناها اللي باش نستعملهم في الخبز لانا كما تشوفوا ذاك الكوركم والملح حاصلوا من اللوطة نستحق وزيدة بتبيعة الخميرة الخبز وبالنسبة للماء لانا عندي 300 ميليليتر ما يدافي وبتبيعة زيت زيتونة لانا باش نحط اه معنايا بالعين اه ما تيلتش وبتبيعة انتما كانت تحبوا تكيلوا زيت زيتونة تنجموا تستعملوا من اربع مغرف اكبار وكما تشوفوا باش نبدأ مع بعضنا في تاريخ التحضير كما سنستكم وإلا كما متعودين بيا لانا نحط السكر مع الخميرة في الكمية متاع الماء لانا كما قلت لكم استعملت 300 ميليليتر ما يدافي وبتبيعة لانا باش نقد نخلط فيهم بالباهي وباش نخليل خليط متاع الماء والسكر وخميرة الخبز يتفاعل على راحته لانا على جنب خليط صحفة باش نخلطوا فيها المكونات الكل مع بعضهم اللي هما سميد مع لفاح متاع الخبز وزيت زيتونة وبتبيعة الملح والكركم على فكرة الكركم راولنا حاجة اختيارية انتم ما وشونو تحبوا تحبوا معناه تستعملوه وإلا لا الحاجة هذي تقدركم حسب الرغبة رانا كما تشوفوا بعد ما حديد كمية السميتة وشنضيف كمية زيت زيتونة لانا كما قلت لكم راني باش نحط بالعين معناه الخبز باش نبسسوا بالباهي بكمية باهية متاع زيت زيتونة لانا على فكرة استعملت زيت زيتونة اما انتم ما كانت تحبوا تستعملوا زيت نباتي ولا تستعملوا معناه زيت مخلط بين زيتونة ونباتي تنجموا تستعملوا اما بصراحة الامانة زيت زيتونة يجيها كابرن ببرشة يبدأ فيها كالطعمة متاع الخبز المبسس التونسي البني لانا كما تشوفوا بعد ما حديد كمية باهية متاع زيت زيتونة حسب تقريب لانا حديد 100 ميليليتر والا 80 ميليليتر لحقيقة ما اوزنتش كما ريتو حديد بالعين توضفت الفاحات اللي هما الملح الكركم والفاحن تاع الخبز اللي هو متكون من سينوش حبة حلاوة بسباس وجل جلانة هما هما الفاحن تاع الخبز لانا في الابناء الخليط نتاع الماء والسكر وخميلة الخبز كما تشوفوا فيه تفاعل بالباهي وطلع هكا كما الرغوة والا كما الكشكوشة طبش نضيفو للخبز متانة وبش نبدايو بالعجنين لانا على فكرة السميد روي يتطلب وقلا يستحق معناه كمية كبيرة متاع ماه مش كما الخبز اللي نعمروه معناه بالسميد والفارينة بتبيع الخبز اللي بالسميدة كهو يستحق كمية اكثر متاع ماه كيف كيف يستحق زيت عجنين اكثر توقيت وقلا عجنين اكثر لانا كما تشوفوا بش نقاط العجنة متاعي نعجنها بالباهي وفي كل شوية نضيف كمية باهية متاع ماه على فكرة 300 ميليليتر ماء اللي قلت لكم عليها ملون بالكل رأي استعملتها الكل وزيت عليها حسب تقريب من 150-120 ميليليتر لحقيقة كمية الماء موزنتها اما حسب تقريب معناه في الزونة ذيكا الكمية متاع الماء اللي استعملتها في كل شوية نزيد شوية معناه ماه بحقيقة ً ونقاط اه نعجن بالباه في العجينة والاخذ الخبز آه متاعنا لانا كيما تشوفوا العجينة حسب تقريب تلمت لي بالباهي بكمية الماء اللي الي استعملتها اما رأي كيما اقول لكم دي ما العجينة اللي تبدا بالسميت رأي قد ما نخدموها قد ما تكونها كباهية ورأي عجينة اللي بتبدأ معنايا نستعملين فيها سميدا كهو رأي قد ما نخدموها قد ما تكون احسن ومبعد معناه الخبز يبدأ مطاوع وبالحق يبدأ هاكا سوبل ويجينا زادة حاجة بنينة على الاخر لان الخبز متعي بعد ما كملت لميته كي ما تشوفو لانا بش نقلو لانا بش نقلو لانا بش نقلو نخدمو على قليلة من حكاية من درجين لاربع ساعة حتى بين كي ما نقولو احنا لغلوتان متاع سميد ديكا تتنحق وتتشوفو القوام متاع الخبز بعد ما نكمل ناجنو كيف هي بش يوالي لانا بش نقلو في كل شوية نضيف كمية هاكا صغيرة متاع ماي وندخلها بالباهي في وسط العجين ونخدمها معنايا بالباهي بالباهي لانا كي ما قلتلكم نقلو نخدموها حكاية من درجين لاربع ساعة منيموم وبتبع انتو ما كنت حبو تخدموها اكثر اكثر توقيت كيف كيف زادة ما فيما حتى مشكلة بالعكس الخبز يجيكم هشوش على الاخر لانا الخبز متين كامل ناجنو في عقلي ومبعد نرجعلكم بش ما نتواش عليكم اكثر الفيديو لانا كي ما تشوفوا داي الخبز متين بعد ما ختمته بالباهي لانا كي ما تشوفوا فيه مشالة سوبل على الاخر ولانا بش نحطو بشراشة معنايا في الصحفة وبتبع بش نغطيه بمنديلة بش نخليه يتخمر المدة ساعة والى ساعة الربع لحقيقة الخبز متين ما نخليش نص ساعة دي ما نخليه من من ساعة الربع لساعة دي ما الخبز معنايا كل ما يخمر اكثر كل ما يجيكم زادة ريزوتات تحفونا على الاخر ولنا داي الخبز متين بعد ما خليته خمر بالباهي لانا خليته ساعة فيو التقس معنايا بارد شوية برد عنا التقس بالباهي ذاك عليش حبيت نخليته اه ساعة وبتبع عندما كان عندكم التقس سخون والى البيت سخونة ينجب يقعد لكم اه نصف ساعة ولا حاجة اما كي يبدأ التقس بارز ماذا بيكم وينتخليوه اه اكثر وقت يخمر اه وينخير ولنا الخبز متين كما تشوفوا قسمتهم على خبسة كويرات كل الخبزة بش نقض هكا نكورها بالباهي بش مبعد كينحيلوا الخبزة ما تبديش هكا فيها كل خطوط ولا حاجة ملوطة ولا من فوق او كنحاولو بش نكعبروها ولا ندوروها بالباهي ونبعد نحطوها اه تخمر كي ما قولو تخميرها ثانية ونبعد نشكلو الخبزات متاعنا وبتبع ما ننسي شكل راشة الفيرينا كنجيو نحطو الخبز متاعنا يخمر مرة اخرى على خاطر كي ما تعرفو الخبز ينجم يلسقنا على البلندو تخبايي ولنا بش ناخو اول خبزة لشكلتها بش نقض نحل فيها بالباهي لنا بش نحلها بالا بالقلقال معناه منيش بش نستعمل يدين كي ما تشوفو نحلها هكا اه تكون كي ما قولو احنا لاي رهايفة على الاخر ولاي اه خشينا ببرشة معناها الخشن متاحا بين بيني وبتبع لنا على جنب حضرت المخلق متاع كي ما تشوفو اه سخنتوا بالباهي والخبزة اللي نشكلها نحطها في المخلق بتبعت اخو وجه لطن اللي نحضرو الخبزات متاعنا معناها اه نشكلوهم بش بنفس الطريقة لانا حبيت نحلهم بالقلقال خاطر العملية معناها تكون اسهل وبتبع انتوما كنتحبوا تحلو الخبزات متاكم باليد او كتحلوهم اه كي ما تحبو لانا كي ما تشوفو الخبزة اللي قاعدة تيب على كل وجه نخليها هكا حكاية من دقيقتين لثلاثة دقائق وبتبع من نساوش نقبوهم بالفرشيطة سينو هكاية يتلعون برشة في الفولوم كي ما تعرفوا معناها فيها اخميرة الخبزة اه تنجم معناها تتنفخ برشة ذاك عليش نقبوها بالفرشيطة وبتبع من كل شي را نطيبوها بالبايحة تلوين اه لون متاحها معناها ياخو تحميرة مزيانة لانا بشن كامل نطيب الخبزة نطيبوها بالنفس الطريقة بشن نحطهم في المقلة وبتبع كي نحطوهم في المقلة يتيبو نقبوهم هكا شوية بالفرشيطة ونطيبوهم معناها كي ما قلت لكم على كل شي را اه حكاية دقيقتين لثلاثة دقائق انتوما كنت حبو الخبز متاعكم معناها يطيبوه في الفور وقلا في الكوشة عندي زادة طريقة تم خليكم الفيديو في صندوق الوصف نجمو تعملو عليه تلع وتاخدوا فكرة كيفا اه عملتو موسيقى 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 لنا كما تشوفوا مشالا 700 جرام سميت ارتب طيحت لنا خمسة خبزات الحجم متاحهم من خبزات متوسطين وبالحق قد ما نقول لكم جاوا بنين وشوية بصراحة كلبنا متاع زيتونة متاع سميت الارتب وفاحن الخبز بالحق اه جايوا حاجة بنينة على الاخر نسحكم تجربوا الوصفة وكما تشوفوا دي وصفتنا كنت لليوم خبز اللي عملناه في الدار اه طريقة مانا يبسيطة على الاخر وما تستحقش منها حتى ترفي اه وقت انشاء الله تكون عجبتكم الوصفة وانتلي داكم ما تنسوا شاجعوني باللايك وباللي كمان تاغم تاعكم لحلوين ولنا بشنواريكم الخبز وإلى القوة متاع الخبز من داخل كيفية يجي طيب في حقه بنين لمعجن ولحا شاي كانكم اول مرة تزوروا القناة وعجبكم محتوى متاحة متنساش بش تعملوا ابوني وبش تفعلوا الجرس بش في كل مرة نهبت حاجة جيدة توصل للكم كجربتوا الوصفة على طريقتي وعجبتكم متنساش بش تحطوا لي في التعليقات وإلا زيدة بش تتواصلوا معي على انستجرام وعليش لا تبعثوا لي تطبيقاتكم عليه تنخلي لكم الرابط اه في صندوق الوصف تنجموا تتواصلوا بيه معايا وإلا زيدة كان عندكم اي اقتراحات ولا اي اسألة مرحبا بيكم في الخاص وإلا زيدة في التعليقات اه تنجموا تحطودي بتبع راني التعليقات للكل نقراهم وبالحق نفرح برشة برشة اه بكلامكم محلوك. تم انتواش عليكم وبقريكم بش نقول لكم بسلامة في امان الله وشاء الله ملتقنا في وصفات اخرين. شكرا